بسم الله الرحمن الرحيم معنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللابروسكوبك سكيلز في الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل باكهند سيتش كنا اتعلمنا في فيديو فات ازاي نمسك النيدل وهي اصلا في الوضع كده على التشو هي في الغالب بتبع لحاجه زي استومك او 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 ارغان كبير بمساحة كبيرة بنعرف نحط عليه النيدل يعني من غير مشاكل من غير ما نكون خايفين او ان النيدل تعمل فيه تراوما طول ما النيدل انا مش مسكها طول ما هي الى حد كبير سيف لو انا مسك النيدل هي بتبقى عن سيف عشان كده بحب مسك الخيط دايما الفكرة اللي هو باللور ايج بتاع النيدل هولدر ده بريس على التشو وهي النيدل هتجي على النيدل هولدر على طول ماشي وتبقى جاهزة في الحالة دي هنعمل باكهند ماشي الحاجة التانية لو الابرة على اليوهن بتاعي زي ما انتوا شايفين كده طبعا قلنا الفكرة بتاعت ان انا بمسكها من الخيط بتاعت ده كده باكهند ماشي وبرجه هنا تبقى باكهند كده فور هند كده باكهند ماشي هي هنا كده جاهزة للباكهند بحطها على النيدل هولدر بتاعي طبعا تلت و تلتين زي العادي والحركة بتاعت دي البسيطة دي بتخلينا شوف النيدل هي بربندكلر على النيدل هولدر ولا لا ماشي علشان طبعا ده 2D vision مش 3D vision فلما بحرك الحاجة بتديني شوية 3D perception للحاجة دي عاملة ازاي وطبعا عنينا ومخنا بيستخدم الضوء في الحكاية دي لو تلاحظوا الضوء بيعمليه على النيدل هاشي ده بيديني شوية perception النيدل فين بالزبط بالنسبة للنيدل هولدر هاشي وبالكده اخذ البايت بتاعتي عادي روتات واخذ البايت بتاعتي الحاجة التانية اللي سعادة بنستخدمها ان انا ارتراكت التشو بالشورت لمب ده يعونك نستخدم التشو بالشورت لمب ده ان نغيري التشو بحيث ان النيدل بتاعت تخش بالبندكلر ممكن استخدمه كده بحيث ان هو يضبط لي التشو في الريكشن الصح اللي انا اعيزه يعني شو ما انا استخدمها ازاي خدت البايت بتاعتي ماشي وابضبط التشو وابسك التشو وبطلع في المكان اللي انا اعيزه هنا كده ماشي وخدت البايت بتاعتي كده ماشي وبعد كده اروح طبعاً التشو مش بس النيدل اللي بيضبطها في الريكشن التشو ممكن احركه سواء بالشورت لمب ده او سواء باليوهن بتاعي سواء ان انا سبته او ازوقه او اعلم اي حاجة بحيث ان النيدل تخش في الريكشن الصح ماشي وطبعا ان اشد اللوب شووي شوية صغيره وابسك بالحاجات الزريفة اللي بنعمل ان احنا نظبط اللوب بالزبط ان هو ينزل في المكان اللي احنا عايزينه. ماشي? وبالتنشن برضو اللي ايه? المرغوب فيه. مش very tight ومش very loose. تنشن زي كده. تمام? ودي كانت الطريقة من طرق الباكهاند سوتشرينج. وازاي احط النيدل على النيدل هولدر. ماشي? وهي محطوطة كده على الارض او على الستمك على اي حاجة بنفس الطريقة دي. وبنتها البساطة باخدها. يعني انا بعملها تاني اه. وباخد مسافة شوية كده من دي علشان اعرف. واباخد البايت بتاعتي. طبعا بازبط التشو. لما انت شايفين الشورت لمب بستخدمه في ان انا بازبط التشو. اليوهن داع شغالة اه. واخد البايت بتاعتي. ماشي? لو مش دخل قوي بازقها كمان شوية. وما كده طلعها اي من النحة التانية. تمام? اسيب النيدل في اسرع فرصة علشان طول ما انا مسك النيدل طول ما هي مصدر خطورة. مش مسك النيدل محطوطة في مكان ما وشايفها. مفيش مشكلة. مش خايف منها. ماشي? واظبط اللوك بتاعي. بالانسترومنت التانية بنيدل هولدر او كده. وبنزبط التنشن بتاعه بالزبط. ماشي? شكرا ليكو. واشوفكم فيديو تاني. شكرا ليكو.